موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم الأخوات نتمنى تكونوا مزيان دائما تكونوا الأمر ديركم مزيانة مرحبا بكم في قناة مريم المتنوعة اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم غريبة الخلاط بنكة البرتقال كتجي رائعة وسهلة في التحضير بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجوه كأس إلا ربع ديل الزيت كأس ديل السكار ساندة عصير ديل برتقالة واحدة كأس ديل الكوك جوج بيضات بوشور ديل برتقالة واحدة وجوج من خميرة الحلويات وكنحتاجوه 400 غرام ديل دقيق ما يعادل أربعة الكيسان بقياس العنباء وغادي نحتاجوه 1 قبصة ديل ملح بالنسبة للتزيين هنا يا ما ديل زهر وثكار غلاسي أول حاجة أجبت الخلاط الكهربائي ضفت البيض كيف ما كتشوفو معي وغادي نضيف سكار ساندة غادي نضيف عصير ديل برتقال وزيت وغادي نضرب هادشي مزيان من بعد ما ضربت هاد المقادير كيف ما كتشوفو معي حاجة بغادي نضيف بوشور ديل برتقال وغادي نضيف الكوك ضفت قبصة ديل ملح وغادي نضيف خميرة ديل الحلويات وغادي نخلط هاد الخالات مزيان ودعبا غادي نضيفو دقيق شوية بشوية بشوية بشين جمع العجين موسيقى كيف ما كتشوفو معي الأخواص من بعد ما جمعه العجين خاصة تجيب هاد شكل هادا رطبة كيف ما كتشوفوا معي دابا انشكلوا غريبة دينا اول حاجة كنديرو كويراس كنديروها في ماء الزهر وكمقوب حالا كنفندوها في سكر غلاسي وكنوضعوها فلاطة دي الفرن اللي كنكونو من قبل دهننها بالزيت كيف ما كتشوفوا معي بهاد الشكل هادا يعني الحجم اللي بغيتو دي الكويراس ديرو بهاد الشكل هادا كسبقا يعني تضغطو لسكر غلاسي غريبة كتجي رائع بهاد النكهة هذه دي البورتوقال دابا اخوات من بعد ما كنمنا تشكيل دي الغريبة كيش ما كتشوفوا معي يعني خليوا مسافة باش ما يلتسقوش لكم دابا قعد يندخلوا على الفرن يكون شاعل من قبل غريبة دينا من بعد ما جبتناها من الفرن كتجيب هاد الشكل هادا محمرة ومشققا رائعة كتجي اخوات ديالي شكل نهائي دي الغريبة الخلاط بنكهة البرتوقال كتجيب هاد الشكل هادا رائعة في المداق ولا في المنظر كيف ما كتشوفوا معي وكتجي في هادك نكهة ديال البرتوقال رائعة كتجيب نينا اقتصادية يعني مقادير في متناول جميع كتجي مع الكامل داخل ومال اخوات ديالي كنتمنى نتجربوها بها الطريقة هادي وتنال الاعجاب ديالكم كنا دول فيديو ديال اليوم ما ما تنسونيش باللايك ديالكم بالنسبة لاخوات جداد اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة